بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم في فيديو جديد اطلب مني البوكيدة يا جماعة من فترة كده بس بصراحة انا كنت مقجلة لاني كان فيه حاجات كتير قوي نقصة في البوكيدة مبدئيا كده قولوا رأيكو الوانو شاكلو وصور ان شاء الله هتنزل على الانستة بتاعتو على الانستة يعني الصور بقى بتاعتو التفاصيل وكده فقولوا لي شاكل يعني قولوا لي رأيكو ايه بجد يعني بصراحة يعني هل هو حلو هل فعلا عروسة ممكن تمسكوا كده في ايديها وعندها الجرء انها تمسك البوكيل كتير ده فخمد على فكرة هو مش كتير بس مختلف مبدئيا كده انا هعمل لكم فكرة تانية علشان لو الخامات دي مش موجودة انا كنت مصورة بقى شوية صور كده نبزة عن الصور وبقى صور ان شاء الله هتنزل على الانستة ابقوا روحوا شوفوها بقى روحوا شوفوها وعملوا لايك سبسكراب قبل ما تشوفوني وحاجات كده لطيفة بقى أو ظريفة وخفيفة وحاجات كده يعني مش محتاجة اقول لكم كومنتات بقى حلوة وجودة اول حاجة انا جبت ده ده اسمه شلال الاسعار بقى هقولها ان شاء الله في فيديو تاني هعمل لكم تسعير اللي دون وهعمل واحد كمان يدينا نفس الفكرة بس بشكل بقى من غير الشلال ومن غير البتاع دي دي مزيتها ان هي نزلة اصلا ان الورد الحمرة اللي معايا دي نزلة انا جايبة واحدة بس ودي بقى اللي بيتبقى من البوكيهات الورد يعني لو بوكيه او انت مش بوكيه او اللي هو ماسك اسمه ايوة زي دي كده بيتبقى بيبقى في حاجات كده للورد صغيرة فدي اللي ميتبقية يعني الورد دي حلوة اوي 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 طلعها موضة جدا في البوكيهات بصوا يا جماعة الاسعار هنزل لكم في فيديو تاني وهحاول عملكوا تسعير ده وهعملكوا فيديو تسعير للتاني يعني هعملكوا شكل تاني برضو للمختلف عنده بس بنفس الفكر عشان لو انتو الحاجات دي لو الشلال ده مش موجود او حدا مش حابب فكرة الشلال دي هعملكوا اوبشن تاني اختاروا بقى معايا الالوان اللي هعملها لكم في الفيديو الجاي ركزوا كده على الالوان واختاروا في الألوان الوردة اللينتو عايزين اعملها لكم في الفيديو الجاي فكرة الشلال ده انه هو اصلا نازل في عاجبني جدا وفكرة كمان اللي هو الاحمر ده في منها الوان تانية كتير كان في منها رماضي منها الوان حلوة اوي انا قلت الاحمر لان انا عندي وردة احمر وكدا نحاول على قد here written to the anchor بس في الفيديو الجاي مش مشكلة اي اي الوان وشايفين انتو الورد اللي عندي فان تبقى احاولوا تعملوا الوان المتناسقة دي نعمل بيها شكل تاني ده هبتدي بقى اقص منه الورد بصوا لازم تكون حاجة كده كون لسه جديدة ليه بقى لان انتو لو هو مقصوص قصير هيبقى مش لطيف لأنا بحاول بصوا اجيب على اخر الورد عشان تبقى طويلة الوردية تبقى حلو مبدئيا ان انا سبطته مسلوتيب انا هستخدم السلوتيب لان انا عملاها عشان كونتو يعني انا عمش هبيعو حاليا اممكن طبعا ننفزو الناس بس انا عملاها عشان الناس يشوفو وتعرف هو بتعامل ازاي عشان الناس كتير قوي ساعتني هو بتعامل ازاي البوكيدا طمام فهعملها لكو هنا في فيديو سريح كده بسيط بس طبعا انتم ممكن تعملوا بعد ما بتغلفوا بالسلوتيب وتمسكوه تمام تعملوا بقى بالشامع عادي جدا في الفنش بتاعكم بدأت برضو حاولت على قد ما قدر اجيب كزا نوع من انواع الورد كزا نوع في كزا بوكيد لو حد طبعا شغال الشغلانة دي تمام مفيش مشكلة هيجيب انواع كتير لكن طبعا لو حد عمله بس علشان الفرح بتاعه او المناسبة بتاعته فهي دو بيجيب هو نوع واحد او نوعين وما فيش مشكلة بقى تمام يحاول يصرف نفسه بيه بصوا اول لون بصوا الازرق والاحمر والابيض ركزوا كده عشان ايه تختاروا الوان البوكيد جاي ازرق واحمر وابيض ايه رأيكم اول حاجة انا كنت اصلا بختار بصي دي الورد الزرق بتاعتها يعني التاني بحاول اختار اشكال البوكيد او ايه اكتر لون هيتماشى معاي عشان اعمل بوكيدة فانا بصراحة قلت برضو ايه اصورها لكم كده عشان تشوفوا الدنيا ماشية ازاي ده اول option اول اختيار للون خلي بالك انا هسبت طبعا بصوا انا اسبتهم مع بعض لان دول هما الاساسي عندي الابيض بصوا الورد البوكيدة شكلها يحلو ازاي والاحمر الورد بقى الالوان التانية دي لسه زيادة اللي هنضفها بصوا الازرق معا حلوة قويب جد الول رأيكم بقى عزين في فيديو الجاي اعمل الالوان ايه ده سيموني بصوا بين سيمون واحمر وابيض حلوة سيموني ولا ايه زروفه مش عارفة ده الموف عارفين الموف ده انا استخدمت معاكوا قبل كده بس درجته غام قوي ده بينكي كده او كشمير يعني درجة كده وسط بصراحة هاد ده اللي انا اخترته كنت محتاره فانتو قولي بقى في فيديو الجاي عايدين الوان ايه البوكيدة التاني هعملوا من غير الشلال ومن غير نوع الوردة ده بصراحة انا مش عارفة نوع الوردة ده ايه الشلال ده كان 40 جنيه ده اللي انا فاكريه الوردة التاني ده برضو حوالي 40 30 او 40 جنيه نفس الفكرة برضو هتلقوني على فكرة في الفيديو بصتوا الوان حلوين مع بعض هتلقوني في الفيديو بتاع المكان اللي انا بصور فيه انا جايبها من نفس المكان فيديو اماكن بيع الخامات بتاعت الوردة ممكن تسألوهم طريق من هما عندوهم قناة على التليجرام ممكن تسألوهم ممكن تتكلمهم في التليفون بتاعت الوان حلوين اوي مع بعض قلولي برضه حبيته انهيتاء تلوان مع بعض اكتر عشان الفيديو الجاي نعملوكو بقى بوكيه كده لطيف برضه مختلف طبعا نضي الفروع الخضره اللي انتو عارفينها شفتوها معايا قبل كده الاول مرة يشوفني يا جماعة يروح يشوف فيديوهات الورد بتاعتي والبوكيهات وتجوده عشان بس ما يتصدمش مني ويقولوا انا ما استفدتش حاجة او تجوده لأنا ايه اسعار قبل كده وايه لكل حاجة عموما هي البوكيهات الورد بتتروح ما بينها حسب طبعا الحجم الورد 75-85-95-100-120-125 وهي كزا حسب حجم الورد ونوع الورد وعدد الوردات تخلي بالكم الاسعار الورد فضيعة يعني هكلمكو بقى عن التسعير زي مقتلكو في الفيديو الجاي هقولوكو لي بقى في الفيديو الجاي اتأكد بس من سعر الورد ده ماشي وهعملكو التاني حتى نقارن بينهم وتقولولي برضو كده انا عايزاكو تقولولي لما الورد البوكيه ده يستهلكام عندما ان الناس كتير قوي بتتبعني شغالة اصلا في البوكيهات والجودة البوكيه ده يستهلكام قولولي في الكومنتات كده بوكيه يستهلكام وياريت تروح لقونستة وتعملول عيقات وكومنتات وطيفة كده بس الورد ده امر امر انا كنت هجنة نواجبها في منها ابيض في منها بينكي كده برضو شبه الكشمير ده حلو قوي وفي منها فوشية شوية وفي منها موف تقريبا بتعت الوان دول بس اول 4 الوان دول انا شوحتهم بس الابيض احلى واحدة فيهم لان الالوان التانية فيها تجزيعة كده غريبة انا بصراحة كنت في العتبة من فترة بس انا ما صورتش كل حاجة بالتفاصيل قوي بس هشوه حاجة جديدة جدا الفترة الجاية انا كنتي بعمل بكاية عادي جدا بصوا انا بضيف الالوان ازاي خلي بالكو ضفت احمر جنبه مثلا بينك بعدين ضفت ابيض ما بحطش هونين جنب بعض يعني ما نفعش ابيض جنب ابيض احمر جنب احمر بصوا بنصكوا بقى كده شفتوا يعني انها كده في ايه بينك وابيض قمت حطت الاحمر بعدها عشان يبقى فيه كده تناسك للعين اكني بعمل بكاية عادي انا كده ده ممكن كده تقفل بكاية اللي في ايدي ده وبقى الحاجات اللي هي البطيطة الخضرة والحاجات اللي بتبقى متباقية من الورد بتبقى شكلها حلوة قوي بصراحة وده الاخضر ده انتوا عارفينه انا كنت جايبة ده بخمسة وعشرين جنيه من فترة مش عارفة ازروفه دلوقتي الاسعار زادت جدا الاسعار زادت جدا اي حد راح يجيب خمات ولا انا كنتم صورة قبل كده الخمات كلها زادت عن الفيديو اللي انا عامله اللي راح جاب بلالين واللي 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 الاسعار زادت انا رحت عشان اجيب اسعار كلها زادت كلها زادت ما عرفش في ايه بصوا اي كده انا بقى عمل بكاية عادي خالص صغير تمام وانا ثبت اللي تحت دي اتنها تبقى تحته خلاص ويها ثبتهم بسولو تب زي ما انتوا عايزين ثبتها بسولو تب ممكن بقى تضيفه انتوا الشمع والجود حسب بقى ما انتوا عايزينه وحسب الالوان اللي انتوا عايزينه حسب نوع الوردة اللي انتوا عايزينه تمام الوردة الحمرة دي انا بحبها جدا الوردة البدا دي امر 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 بصراحة بصوا شكل واحد ازاي ممكن نكون انا مكطرة شوية يعني حسب بقى ما حسب زوقكو حسب كل حاجة بس انا اقاريكم لفكرة وانتوا تنفذوها على زوقكو دي احلى حاجة وبسولو تب همسكهم في بعض التخيل ان انا قوي كنت فعلا فكرة السلوتيب دي ازاي كتغيبة عني وانا كنت اعملها الاول بايه طريبا كنت بعملها بشمع بلزقهم بشمع بس لا 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 فكرة السلوتيب اريح بكتير بتبسكهم كده وتزبطوا وبما اني كمان عاملها عشان بس عشانكوا فانا قلت ايه في نفس السلوتيب مش هنفع استخدم شمع عشان لو استخدمت شمع خلاص بصوا شكلوا حلوة قوي بصراحة دي بقى ايه ارخم حاجة في الشلال ده تحس ان هو فاتح لون وفاتح سيكا عارفين لو كنوا لون اخضر غامق كده كان هيبقى الطف بكتير بس انا كان لازم اجيبه عشان اوريكه لان الطلب مني الفيديو ده في جماعة يارب بس البنت اللي كتطلبه مني تكون شافته بصوا بقى دي البنكي دي انا عاملها دي شفت دي وردة عادية جدا تانية تانية السلك السلك احلى حاجة فيه ان هو بيتني بكل سهولة تمام زي اي حاجة يعني اللي هي هو سلكة اصلا هي الوردة تبقى عبارة عن سلكة فبيتحكمه فيه بسهولة ان هو بيتحرك عادي فبس انا بقص وببتني كده تحرك بس خلاص عملت بقى واحدة دي طويلة البيضة دي طويلة خالص والبنكي عملتها قصيرة وطبعا الاحمر اللي في النص ده طويل حبيت ان انا اعمل نيكس كده مع الالوان عشان يبقى باين برضو من كل الالوان الموجودة في البوكي تبقى نزلة مع الشلال ده هعملها لكو في فيديو الجاي من غير الشلال ومن غير الوردة الحمر ليه؟ علشان لو محد ملقهاش او مستغل الوردتين دول نبقى احنا عندنا عبشانات تانية بشكل تاني بقى عشان كده بقولوكوا اختاروا الوانها في الفيديو الجاي لو انتو حابين اعملوه مش حابين بقى خلاص فاكسين بس بصوا شكله عامل ازاي؟ وده بقى البوكي الواحده بصوا انا كده ما نزقت شوال عملت اي حاجة الوردة الحمراء اللي النزلة دي خالص هي الوحيدة اللي بصوا بصوا هي طويلة ازاي؟ العمود بتاعها او اللي هو السلك بتاعها طويل خالص بصوا الشكل انا كنت عايز اشوف شكله برضو من الجناب ها حاسين نقصوا حاجة بتاعي الجودة كنت بحاول ان انا عشان لازم اشوف عين اشوفه من بعيد بحيث ان انا اشوف لو انا حاسين محتاجين وردة يمين وردة شمال كنت حاسين احنا محتاجين عشان ما يبانش ان هما مصولين عن بعض لا انا حاب ان هو يكونوا اكينهم حتة واحدة فكان محتاجة وردة يمين وردة شمال لونهم ابيض ده كان احساسي فانتو بتشوفوها كده بعنيكو تشوفوا قفوا قدام المراية ساعتها وانتو بتنفذوه وتشوفو هو تمام ممسوك او لا ممكن الشلال ده كان محتاج يترفع شوية يعني زي ما انتو عايزين حبيت برضو زود حتة اللي هي الحمرة دي من المتبقية من البوكي وبدأت ان انا الف سلو تبع لي عشان يبقى متين مسكتهم كده في بعض خلاص يقول البوكي عادي اكد انك مسكة بوكي عادي وفي نفس الوقت دي ميدال دي كده بس هزود بقى واحدة يمين وحدة شمال بس لسه هلزقها ها يعني كده حطوها بس فكرة ان انا سندقى على الكورسي برضو انا كده متحكمة في شكله انا عايز احط واحد مين واحد شمال بس ده شكله ايه رأيوكو ايه انا استخدمت وردة واحدة بس من البيضة وردة تحت عشان تعمل كده شكل لطيف فاللي هجيب وردة من النوع ده بصو رأيوكو ايه بجد يعني هلا هو حلو ولا اوفر ولا ايه ظروفه ايه طابعا ده اللي مفروض بنغلف بيه الاا اليد دي طبعا هيا واحدة واقعت هجقا الزقيها chuck مفروض نغلف بيه بس طبعا اكتشفت ان انا في حتة طويلة انا مكنتش عايزة قصها. ليه لانانا كده كده انا مش مش هاب. مش بقفله طب انتو تعارفوا بقى طبعا تقفلوا روحوا وشوفوا انا بقفل البوكيهات ازاي. انا بس هنلف عليها. ده. ده ده شريت كده خيش. الخيش ده بعشرة جنيه بيتباع بالمتر. متر ده كده متر. انا استهلكت متر في الحية تدي. بيتباع بعشرة جنيه طبعا انتم ممكن تسعين ايوان تشعر مش المتر خلص ممكن برضو تعملو في يونج ممكن تجيبو الخيش التاني الخيش اللي بتبع بالمتر التاني دي زي بكر الستان كده لكن التاني متر متر فاهمين بتبع بتاعتين جنيه برضو بصو شاكلو يولي بجد رأيوكو أنا عايزة رأيوكو 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 ما تنسوش اللايك ما تنسوش المتابعة عشان الفيديوهات الجاية بإذن الله هتكسر بها الدنيا حقيقة أشكركم جدا جدا جدا